والناس في كل دول العالم بتضرب الآن أخماساً في أسداس والجميع بيرى ويتابع عبر رأسال الإعلام والمنصات المختلفة ما يجري ونتائجه هل تستمر المعركة طويلاً؟ هل يمكن أن يتم حسمها بسرعة تداعيات ونتائج ذلك على الكون على الكرة الأرضية على النظام العالمي الجديد على النظام الدولي وكل دولة بتشوف أنا هتأثر إزاي؟ كيف يمكن أن أقرأ مدى التأثير مما يجري على كل دولة من الدول؟ أنا هنا في مصر أبحث عن الكثير من النقاط تأثير ما يجري بين روسيا وأوكرانيا على الوضع الإقليمي أمنياً على الوضع الإقليمي استراتيجياً على الوضع الإقليمي سياسياً على الوضع الداخلي اقتصادياً بالتالي هل نحن بعيدين عن ما يجري؟ الإجابة لا عندي ملفات واضحة ملف أسعار البترول الذي ارتفع وصل إلى أرقام فلكية أسعار البترول وصلت منذ قليل إلى 105 دولار للبرميل وهذا بيمثل يعني عبء كبير على الموازنة العامة في مصر إحنا الموازنة بتاعتنا والميزانية بتاعتنا كان الدكتور معيت معنا يمكن في مرة بيقول إنه عاملينها على 66 دولار أو 65 دولار تقريباً يعني كل دولار زيادة في أسعار البترول بتكلف الدولة عندنا عشرات الملايين من الدولارات كل دولار واحد أنا عندي الميزانية بتاعتي في توقعات لأسعار البترول أنا عندي بترول بجيبهم من برة ومواد بترول بجيبهم من برة كل زيادة في أسعار برميل النفط دولار واحد عبقها على الميزانية قد إيه؟ ده رقم واحد، رقم اتنين أسعار القمح العالمية اللي زادت وأقول لك دلوقتي أسعار الحبوب والزرة والأرز وغيره كمان حركة الملاحة بترفع أسعار الشحن فتحمل على السلع كمان عندي السياحة اللي كانت بتجيلي من روسيا ومن أوكرانيا فيه ارتباك شديد جداً في هذا المشهد كل ده بيمثل ضغط على الميزانية في مصر بالإضافة إلى موجة التضخم العالمية الغير المسبوقة غير المسبوقة وعندي كمان سلاسل إمداد اللي هتتوقف كل ده بيمثل خنق وضغط شديد على الميزانية اللي هي من الأساس ضعيفة نينت رليون إبراهيم يمكن نينت رليون جنيه الإرادات بتاعتي وعندي الناتج المحل إجمالي بتاعه كله 400 مليار دولار وإحنا 105 أو 104 مليون مواطن يعني إحنا أصلاً ماشيين بالعافية بنقول يا رب ساعد يا رب اسند وعملين نجري وبنحاول نبني وبنحاول نقوم وبنحاول نشتغل في ظل هذه الظروف والمحاولات الداخلية لبناء الدولة وبناء القضاء على العشوائيات والطرق والتعليم والصح كلام اللي الرئيس كان بيقوله مبارح كله في وسط ده كله تجيلي مشكلة ضربة كورونا على دماغي تعطل توقفني يجيلي ضربة الموجة التدخمية على دماغي تقوم تخوفني يقوم يحصل عندي قيد أو طوك ملتهب في الدول المحيطة سواء ليبيا ولا السودان ولا في الشرق ولا في المتوسط ولا غيره فيه توطر وفيه عملية التراب بتمثل عيب أيضاً علي ثم تأتي الحرب الأوكرانية الروسية لتمثل ضغطنا على العالم وأنا جزء من العالم دي ضغوط لازم المواطن المشاهد حضراتكم تعرف ان اللي بيحصل مش فرجة احنا عادينا بنتفرج على التلفزيون ونقول وكأننا وكأننا الحقيقة ده أنا بقول بشكل واضح جداً الناس كناس كتير جداً مين اللي هيفوز مين اللي هينتصر الروسيا هتكش لا أوكرانيا لا شوف أوروبا لا أمريكا لا اللي بتغطب أمريكا عنها كل ما يجري من تعليقات هي تعليقات أنا آسف جداً وكأننا نتابع مباراة لكرة القدم الحروب ليست مباراة كرة الحروب خطيرة الحروب ممويتة الحروب مدمرة الحروب معرقلة فبالتالي وحنا بنشوفه بنتابع بنشوفه بنتابع بقلق وبحاضر شديد مش ماتش كورة مين هيفوز على الإطلاق